معنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي طارق ماهر طارق حدثنا أولا عن الوضع الميداني خصوصا مع انفجار كل هذه السيارات وائل هذه التفجيرات تم تنفيذها مساء أمس وهي كانت تستهدف مواقع مهمة على حد وصف وزارة الداخلية العراقية كانت أماكن مكتبة بالزبائن وبأسابلة من المدنيين واستهدفت أحياء ذات غالبية شيعية هذه التفجيرات الثلاثة تم تنفيذها بثلاث سيارات مفخخة اثنان منها استهدف حي الطالبية الذي يقع شرق العاصمة بغداد والآخر في منطقة حي العام الجنوب غربي العاصمة أوقع بحسب مصادر طبية ثلاثة عشر قتيلا وأكثر من أربعين جريحا هذه الحصيلة كانت منذ ليلة الأمس ومنذ ذلك الحين ولحد الآن تشهد العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة تمثلت بنشر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في عموم أرجاء العاصمة بغداد وتحديدا في المناطق الوسطى من العاصمة بالإضافة إلى المناطق التي تم استهدافها بهذه التفجيرات فيما تؤكد مصادر في وزارة الداخلية بأن المعلومات الاستخبارية تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية يعتزم تكرار استخدام الانتحاريين بعمليات التفجيرة التي تستهدف المناطق ذات الغالبية الشيعية خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن طبعا مع الهجمات العنيفة التي ينفذها التنظيم على بلدة بيجي وتحديدا على مصفات بيجي التي تشهد هي الأخرى مواجهات عنيفة منذ فجر اليوم ولحد الآن بالتزامن مع وصول أربعة أفواج من وزارة الداخلية ثلاثة منها من المشات وواحد مدرع طبعا تم استقدام بعضها من بغداد والبعض الآخر من قيادة عمليات صلاح الدين مع الإشارة إلى أن هذه المواجهات العنيفة تدور في الجهة الشمالية من المصفات هذه المصفات الأكبر في البلاد طارق لو سمحت تنتد على مساحة 22 كيلو مترا طارق كيف نفسر هذا الالتباس الدائم بخصوص بيجي الحكومة العراقية أعلنت مرارا سيطرتها عليها وإذا بتنظيم الدولة ما يزال يسيطر عليها مكتب رئيس الوزراء العراقي يوم أمس أصدر توضيحا بهذا الشأن واتهم فيه تنظيم الدولة الإسلامية باللجوء إلى الحرب النفسية واعتماد مشاهد أو تصوير غير حقيقي على حد وصف هذا البيان في محاولة لإهام الرأي العام المحلي والعالمي بأن التنظيم تمكن من السيطرة على مساحات واسعة من هذه المصفات بالإضافة إلى أن قوات الأمن العراقية تنتشر وبكثافة داخل هذه المصفات وكذلك هناك تأكيدات من قائد عمليات صلاح الدين الفريق عبدالوهاب الساعدي يؤكد بأن القوات العراقية ما تزال تفرص سيطرتها على أغلب هذا المصفة لكن دعني أشير على عوجال لوائل بأن التنظيم فعليا نفذ منذ ليلة الأمس ولحد الآن ثمانية تفجيرات انتحارية في الجزء الشمالي من المصفات فقط شكرا لك طارق ماهر في بغداد اشتركوا في القناة